مصر فيها 6 مليون باقع متجول اللي هو موجودين في الشوارع إيه اللي رئيس الوزارة بيجرى وراهم ووزير الدخلية بيجرى وراهم ويجرى النهاردة وهو يمشي الناس لفرج تاني مش كده؟ لو أنا أوجدت أماكن للناس دي موجودة فيها مش هيجي يأجر المكان مش هعمل بطاقة ضربية ليه؟ قدي 6 مليون بطاقة ضربية دخل الصباح مش كده برضو؟ طيب لو كل واحد هشغل عامل واحد بس يعني هو واقف يبيع والولا واقف برا ينادي على البضاعة في حاجة تاني؟ لا قدي 12 مليون ملف تأمين الصباحية دخل صح؟ طمين يبقى نقدر أحل السؤال بقى الفكر موجود عند المقدرة والرغبة في الحل يسقر ما هو ده الكلام يبقى نقدر أزود الإرادات بتاعته قدي لحضرتك حاجة تاني مصر فيها وفقا للإحصائية من الجمارك 5.5 مليون توك توك بيبشوا في البلد نقول 5 مليون توك توك صح؟ لو أنا رخصت الواحد بس الخمسة مليون حضرتك رخصتهم الواحد بمئة جنيه هاخد منه مئة جنيه وديله رقم لكل واحدة مثلا مجلس مدينة طالخة واحد مجلس مدينة امبابا واحد أي عدد مش كده مئة جنيه في الخمسة مليون حضرتك يبقى قديه 500 مليون يعني نصف مليار جنيه أخد منه كل يوم جنيه يقوم منهم يدفع لي 8 زبون واحد عنده يعني بيركب 20 زبون أنا ليه 8 زبون بجنيه عنده هدي خمسة مليون جنيه كل يوم يعني مليار ونصف في السنة على الأقل كل الأمثلة دي محتاجة آلية جديدة إيه هي الآلية؟ الآلية بقى الضابط بقى لبتحكم الموضوع ده وتفعيل دور الرقابة بشكل أمس ما هو أخدت تعرف كم الفساد يمكن قبل خلال الفواصل كنا متدردش مع بعض الدول الأسف فيها كمية فساد كبيرة القوانين بقى هنا تتعمل تعالوا ولا يقل عليها يعني هدل حضرتك مثل واحد دس عندنا أعمدة الكهرباء اللي في الشوارع أعمدة النور اللي في الشارع سيبك بقى من إنها بتتولع الصبح وتطفي بالليل ده كلام ماشي أعمدة النور بإعلانات الأول دور اللي موجودة باللي بيتسرق من البيعين السريحة من النور دولت يمثل من 22% لـ 25% من حجم الكهرباء اللي هي الدولة بتنتجها طب أنا عاوز أخلص الليلة دي هطف الأعمدة كلها؟ الحرمية تزيد هطف الأعلانات ما قدرش أعمل كده أقوله نحولها للطاقة الشمسية هيقول طب عاوزين فلوس يا صلاح أنت بتقول كلام فارغ نقول لها بيه ما هندك الفلوس وانت قاعد من غمة دولة تطلع مالين لو جينا على كل شارع كل مجموعة أعمدة ألف عمود لشركة من شركات الأعلانات لمدة خمس سنين مجانة قد يعمل أعمدة دي تعالى عليها والشوضاء خمس سنين مجانة تحولها لإخلال 45 يوم اللي عمل بالطاقة الشمسية هتقول طب انا أعملها لا ده أنا هجيب لك شركة متخصصة اللي هي شركة القوات المسلحة بتاعت البصريات شركة منضبطة عندها الكلام ده شغالة فيه عاملة في القوات المسلحة الليلة دي مش أنا وفرت كده 22% من الطاقة المهدرة اكيد مش كده برضو صح مش يبقى أنا كأني وكبوس اللي الطاقة الكهربائية ده يتحلف ثاني يبقى أنا النهاردة دخلت كأني بنيت 6 محطات جداد طيب مصر فيها 43 ألف مدرسة مش كده لو أنا عملتهم بالطاقة الشمسية الصبح مش أنا وفرت برضو طيب مصر فيها 3.5 مليون سخال يا كهرباء يا غاز لو أنا عملتهم بخلية شمسية عليه الصبحية مش أنا وفرت كده برضو نحن ممكن بعد كده با عندنا كهرباء فايدة أصلا هو ده الكلام هو ده الفكر الجديد اللي نقول عليه طيب